استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم الفريق أول ركن رشاد محمود رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ودولة السيد محمد نواز شريف رئيس الوزراء وتمنياتهم الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والازدهار والرخاء وقد رحب جلالة الملك المفدى يده الله في بداية اللقاء برئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وكلفه بنقل تحياته إلى فخامة الرئيس الباكستاني ودولة رئيس الوزراء وخالص تمنياته لشعب باكستان صديق بالمزيد من التطور والرقي والنماء كما أكد جلالته على متانة علاقات التعاون والصداقة التاريخية الوطينة التي تجمع البلدين الصديقين والتي تشهد مزيدا من النمو والازدهار في سائر المجالات بفضل الحرص المشترك على توثيق هذه العلاقات وتنميتها معربا جلالته حفظه الله عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون الثنائي المشترك على كافة المستويات وبالأخص في المجالات الدفاعية والعسكرية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وأعرب جلالته أيده الله عن تقديره للمواقف الأخوية التاريخية الثابتة لجمهورية باكستان الإسلامية الداعمة لمملكة البحرين ووقوفها صفا واحدا مع دول مجلس التعاون لتصدي للمخاطر والتهديدات والعمل معا لمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله والمحافظة على أمن المنطقة مؤكدا جلالته أن هذا ليس بغريب على الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية مقدرا جلالته أيده الله دور الجالية الباكستانية وإسهماتها في نهضة البحرين في مختلف المجالات عبر عقود طويلة ما يعكس التعاون الأخوي المشترك وعمق هذه العلاقات التاريخية الوطيدة من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني موقف باكستان الثابتة تجاه مملكة البحرين ودول مجلس التعاون للتصدي لأي أخطار تهدد أمنها واستقرارها والعمل معا لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله والحرص على تطوير وتعزيز التعاون المشترك مع مملكة البحرين خاصة في المجالات الدفاعية معربا عن اعتزازه بالنتائج المثمرة لزيارة التاريخية الناجحة التي قام بها حضرة صاحب الجلال الملك المفدى يده الله لجمهورية باكستان الإسلامية العام الماضي وما حققته من فتح مجالات أوسع لأوجه التعاون الأخوي المشترك بين البلدين في المجالات كافة هذا وجرى خلال الاستقبال استعراض مجمل التطورات المستجدة في المنطقة والأحداث الراهنة على الساحتين الأقليمية والدولية وعدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر